المذهب الوطني قبل أيام سيد عمار الحكيم طرح مشكلة نحن بل أسمع يعني لا هو لا أنا نناقش فكرة طرح مشروع الشيعة الوطنية هل فعلا نحتاج إلى أحد يذكرنا أن الشيعة وطنيين؟ يعني قبل هذه الوطنية ماكو وطنيين غير الشيعة يعني ولذلك هو آني الشيعة نسق جماعة الشيعة جماعة دينية معينة تنخرط فيما جاء به محمد صلى الله عليه وعلي في المسلمين في سامة السار المسلمين لكن هذه الجماعة لها فهمها ولها طريقها ولها استلهاماتها هي تستلهم الإسلام وتأخذ الإسلام الذي تؤمن الذي آمنت به عن طريق النبي وآله ولذلك يعبر عن الشيعة من مدرسة أهل البيت عليهم السلام والمدارس الأخرى لها طريقة وكلها مدارس محترمة محل تقدير واحترام لهم رأيهم لكل مجتهد النصيب لكن أنا أعتقد أن البعد الوطني أكبر وأعام وأسمى من أن يزج في نسق ثقافي معين في نسق عقدة معين في نسق دين معين نحن نعمل صار من عشر سنة نعمل لتفكيك الطائفية أنه بنجد نكرس الطائفية ببعد وطني لا أفهم ذلك كيف يعني أنا أفهم أن ما ما يزج الشيعة دائما هكذا أنا أفهم بعدين أي شيعة تقصد؟ شيعة السلطة؟ ما هي شيعة؟ ما هو؟ الشيعة كوشيعة السلطة وكوشيعة السكانية وكوشيعة المذهبية نحن نحكي عن الشيعة اليوم اليوم أقوم مجموعة من الشيعة في السلطة شيعة السلطة ليس بالضرورة أن يختزلون الشيعة كلهم بدليل أن لو ذهبنا إلى نتاعج الانتخابات أو إلى حجم المشاركة في الانتخابات قد تعطينا فكرة واضحة عن حجم الشيعة وعدم الشيعة ثم لماذا الخوض في هذا المبنى؟ ليش أنت؟ ليش تخلي ذاكرة اللاوعي العراقي تذهب إلى الشيعة والسنة؟ نحن عراقيين الدولة الدولة ترتكز على مبدأ المواطنة لأن الدستورة الذي كتبه هذا العقد الاجتماعي هذا العقد الوثيقة هذا العقد الذي تفق عليه الشركاء تفقوا على أن هذا العقد يجمحهم بمواد دستورية معينة ترتكز على المواطنة والدستورة لا بالدستور ترتكز على المكونات بالدستورنا ترتكز وهذا الخطأ الكبير هلسان ما أريد أن أذهب للسياسة بس أكو بالدستور يسموها ديمقراطية توافقية؟ لا ما أكو هذه هي الأعراف التي كنت تتحدث يتحاصص ويقول له توافق يا ما هي تحاصص التوافق التوافق عدم إغفال طرف عراقي لأنه ينتمي إلى مذهب معين هذا إذا أغفلت لأنه ليس من دينك ليس من قوميتك لا نقول لك هذا ليس صحيح هذا عراقي يفترض هنا أن يلاحظ معيار النزاهة والكفاءة وهم واطن ديادلية تسيحة ترجمة نانسي قنقر